موسيقى تنظم بان هات الزيادة ديال الحليب الخاص بالردع هو ضرب في الرأس مال البشري اللي كتستثمر فيه الدول اللي كتحتار من نفسها فمن بين المسائل الاساسية الخاصة بالاطفال هو الحق في الصحة والتعليم ومن ذلك نتكلم عن الصحة يعني خلق جيل عنده جسم سليم باش يكون عنده عقل سليم من خلال التعليم هنا كان نسأله الحكومة المغربية ما كتفكرش في هذا الرأس مال البشري لأنه إلا فعلا تبت بأنه أصبح هاد الأطفال اللي انتميوا العائلات كتعيش حالة عسر بسبب الغلاء الفاحش في المواد الاستهليكية بشكل جميع وكيت تعطاهم حليب ديال البقر الغير صالح للاستهلك الآدمي فإننا كنحكموا على المستقبل ديالواحد الجيل اللي غين شاء في صحة جد جد سيئة وبتابعات صحية خاطرة في المستقبل هذا هذا لهذا احنا تنشوفوا بأنه لابد باش الدخل الحكومة على الأقل من طرف هذا الرأس مال الناشئ اللي هم الردع باش يمكن لهم أنهم انشؤوا بصحة جيدة مستقبلا فالأسف كبير احنا سنعرف الوضعية المادية ديال المجموعة ديالطبقات الكادحة في المغرب اللي الدخل دياله تقهقر هادي منذ سنوات اشتركوا في القناة